اشتركوا في القناة يجي يقول لي كده اللي انت عملته دوت مفروض تصححه القيادة بالروح القدس مهمة جدا ودي معضلة كبيرة جدا أخ نزار بنشوفها فعلا وقعيا نفس المؤمنين لأنه قيامة مؤمنين لأنهم مش عايشين هذا الحق الكتابي أنهم يكونوا منقضين بالروح القدس عايشين بهواهم عايشين بياخدوا قرارتهم بنفسهم عايشين متخبطين ولا عجب نلاقيهم بعد كده وأكيد حضرتك بتشوف كتير صلي لي أخ نزار أنا أخدت قرار وكده والأخبط ياريتني ما كنت أخدت قرار دوت لأنهم عايشين مش بإدراك أنا من حقي كمؤمن أكون منقاض القيادة بالروح أكون يعني في مركز مشيئة الرب في مركز إرادة الله وأنه كل قرارات حياتي كل قرارات حياتي تكون كده بالله من الله ولمجد الله كل حاجة لأن أنا أدركت أن أول ما قبلت الرب يسوع أنا صرت من الخراف الخروف عمرك ما شفت خروف بيقود نفسه ده بالعكس الخروف أخبى الحيوانات يمكن لكن للراعي إلى مراع الخضر يربضني خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني تتبع أمشي وراء الرب كده ويقودني الرب بيقودني دائما فالقيادة مهمة جدا وأشجع أي مشاهد لو أنت القيادة دي مشكلة في حياتك ومش متمتع بيها تعالي النهاردة وقول له يا رب كده أنا جاي وبطلب قيادة بالروح القدس